اشتركوا في القناة شاهدين مع التعليم الشيطانية للإخوة الكذبة ويعني يتعجب الإنسان على إصرارهم الشديد على عقيدة خلاص غير المؤمنين وعلى استخدامهم السقيم لآيات الكتاب المقدس ولتشريعهم تعليم كثيرة ومتنوعة هي بالدرجة الأولى ضد الكتاب المقدس وبتحارب خلاص المسيح اللي قدموا للبشرية كلها فبتصبح عقيدة خلاص غير المؤمنين عقيدة شيطانية هدفها الحقيقة هو عدم خلاص غير المؤمنين تعالوا مع بعضنا نشوف عنوان حلقتنا النهاردة خلاص غير المؤمنين واشتراكهم في الفصح بنرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوعنا أهلا بك وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع طيب خلينا في عنوان الحلقة ونشوف إيه المقصود بالفصح هنا المقصود بالفصح هو القيامة قيامة المسيح لأنه ليس المقصود بالفصح هنا هو الشركة الفخارستية أو المائدة المقصود بالفصح هنا هو قيامة المسيح فتخيل إلى أي درجة شخص أصلا لا يؤمن بموت المسيح أصلا لا يؤمن بموته خلوه يؤمن بقيامته ويشترك في القيامة وأصلا مش موء المسلم أصلا لا يؤمن بأنه المسيح مات وروفع للسماء وإنت كيف بتحطه كمان يؤمن بقيامة المسيح وهكذا الهندوسي والبوزي كل ذلك يعرف إيه عن قيامة المسيح عشان أنت جاي تخليم شركاءهم يسمعوا عن المسيح ويعرفوا المسيح ويعرفوا العقيدة المسيحية ويرفضوا نعم فإلى هذا الحد هم مش بس يعني ب�دخلوا في التفاصيل مش بس خلاص ملادش مشتركين في الفسحة في القيامة نعم وكأنه هو بيموت طب يموت عن الخطيئة ازاي؟ الموت عن الخطيئة هو موت في المسيح ازاي هتعملها؟ إذا كان هو مش في المسيح حيموت ازاي عن الخطيئة وبالتالي لا يشترك في الفسح الفسح يعني هو عبور الموت عن البشرية عبر الموت عنا بموت المسيح وقيامته بموت المسيح على الصليب عبر الموت فالموت لا يمكن أن يعبر عن إنسان لا يؤمن بالمسيح ولا بقيامته فإذا الفصح هنا يشار إلى قيامة المسيح حتى عيد القيامة أسف في القضاء بنسبو عيد الفصح يعني صحيح صحيح طيب خلينا نبدأ مع الإخوة الكذبة خلينا نشوف يعني ماذا يقولون يقولون أن حضور سر المسيح في الأديان الأخرى يتطلب من المسيح انفتاحا واستقبالا للآخر بروح التمييز وإذا أصبح سر المسيح منطلق لهوت الأديان فيجب أن لا نغفل دور الروح القدس الذي يتجاوز تأثير حدود الكنيسة إن الروح يعمل في المؤمنين من الأديان الأخرى الروح يعمل في المؤمنين من الأديان الأخرى تخيلي كلها تعابير إما خاطئة وإما تعابير ليس لها المعنى هو أصلا مطلوب في بعض التعابير أن يكون معنى غير مفهوم ما معنى حضور سر المسيح في الأديان صحيح إبقى ده مش هو السر اللي أنت تتكلم عنه سر إيمان الأمن بالمسيح وإنهم حيكونوا واحد في شخص المسيح ده السر طيب إذا كنت بتقصد سر آخر إنت عرفته إزاي وأصلا مش موجود في الوحي المقدس إذا كان المقصود به سر آخر يقول لك حضور سر المسيح في الأديان الأخرى كذب سر المسيح لا وجود له في أي أديان هو المسيح أسس الأديان دي أصلا عشان يكون سر المسيح فيه لو يقول لك مثلا يعني هنا يقول لك يتطلب شوفت التعبير المستخدمة من المسيح انفتاحا واستقبالا للآخر بروح التمييز انفتاحا خليك منفتح خليك عصري خليك متحضر طب هو الانفتاح ده على الآخر ده عنوان المسيحية أننا محبة الآخر ده شرط من شروط المسيح صحيح ده حتى انتقل بها إلى محبة الأعداء نعم نعم فانت اي انفتاح بتتكلم عنه للمسيحي ده رقم واحد ابقى المسيحي بطبيعته يحب الآخر ويقبل الآخر كإنسان متساوين تماما معه في الكرامة الإنسانية بغض النظر عن عقيدته نعم تماما ده عقيدة المسيحي لكن الانفتاح بمعنى الزوبان في الأديان فلا ده مش انفتاح ده لا يعني التنازل يعني ده يعني كأن واحد عايز يتنازل عن الحق الإلهي المعلم في كلمة الله فانت أي يعني كلمة انفتاح هي كلمة عصرية مستخدم اليوم لتميز بين مجموعة يسموهم كده المثقفين المتنورين المتعلمين المتحضرين وكأن خارج هذا الإطار المنغلقين المتشددين طيب ده الكتاب المقدس ده واضح هذا الأمر في الكتاب المقدس أنه المسيحي بطبيعته المسيحية اللي ما خده من شخص المسيح بروح المسيح منفتح على كل العالم يقبل كل العالم يحب كل العالم وده شرط المسيح حطه كشرط أنه اللي يدبعه بيكون يسلك سلوكه ده مفهوم كلام المسيح كله طيب إذا كان المسيحي بهذا الانفتاح وهذا الجمال ويحب الناس بدون النظر إلى عقيدتهم مسلم أحبه ما عندي مشكلة معه لا أحب العقيدة الشيطانية التي هدفها تدمير العالم لكن المسلم كإنسان مساوي ليه في الكرامة الإنسانية أنا مش أحسن منه كإنسان في أي شيء على الإطلاق مش أحسن منه كإنسان هو إنسان يبقى إذن هنا بيتكلموا عن الانفتاح بمعنى الزوبان وكسر الحواجز اللي بتخصص وتميز كل عقيدة لا ده خاطئ جدا بيقول وإذا أصبح الجزئية اللي قريتها أنت أصبح سر المسيح منطلق لهوت الأديان مين قال سر المسيح منطلق لهوت الأديان أنتوا اللي بتقولوا كده صحيح فين ده ألقاء أنا سر المسيح منطلق لهوت الأديان هو الأديان عندها لهوت بزمتكم مش خجلانين من التعبير ده الأديان عندها لهوت يعني لهوت بوزة مثلا شعيب يقال هذا التعبير لهوت كونفوشيوس أو اللهوت التعليمة اللاهوتية يعني اللي يعلم بوزة ولا التعليمة اللاهوتية التي علمها رسول الإسلام محمد إيه الكلام ده مين اللي قال أنه الأديان لها لهوت ثم يقول فيجب أن لا نغفل التعليق اللي انت علقت عليه دور الروح القدس الذي يتجاوز تأثير حدود الكنيسة وده لعب بالألفاظ عشان كده بنعمة الرب ميزت حلقة خاصة عن الألفاظ الروح القدس بيتكلم أنه دور الروح القدس الذي يتجاوز حدود الكنيسة شوف اللعب بالألفاظ الروح القدس يتجاوز حدود الكنيسة هو يتجاوز حدود الكنيسة و الكنيسة هنا لازم يفهم معناها الكنيسة ممكن تأتي بمعنى المبنى الكنيسة بمعنى جسد المسيح الكنيسة بأي معنى جماعة مؤمنين بيصلوا في مكان معين هم كنيسة فإذا إذا كنت تتكلم عن أن عمل الروح القدس يتجاوز حدود الكنيسة بمعنى جماعة المؤمنين بمعنى المبنى نعم يتجاوز حدود الكنيسة لكن بأي صيغة للعمل بتاعه هل بصيغة أنه يسكن في هؤلاء ولا يبكتهم على خطياهم ويبكتهم على رفضهم للمسيح ليس ذا كلام المسيح ولا نحن نألف متى جاء زاكا الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون به هتودوا الكلام ده فيه ده المسيح المبارك بلسانه المبارك في يحن 16 فإذن الروح القدس الذي يتكلم عنه هنا لا نقفل دور الروح القدس الذي يتجاوز تأثير حدود الكنيسة يتجاوز تأثير حدود الكنيسة في تبكيد هؤلاء ليأتوا إلى المسيح ليس يتجاوز حدود الكنيسة ليخلص الناس بعيدا عن المسيح أن الروح يعمل في المؤمنين من الأديان الأخرى شفت المرحلة التي وصلناها من العار طبعا أنه يتم تلقيب هؤلاء بالمؤمنين هم مؤمنون بعقائدهم لا يجب أن تكون كلمة مؤمنين مجرد هنا وتتساب كده لا ليسوا مؤمنين حقيقيين ده واحد مؤمن ببوزة واحد مؤمن بمحمد واحد مؤمن ب مش هكرر الكلام فمن العار أنه يلقب هؤلاء في أديانهم بمؤمنين وتتساب كده ده إذا كان المسيح الإسمي لا يلقب بمؤمن يعني عشان المسلمين يكونوا معنا في الصورة المسيحي لمولود مسيحي من أبو أم مسيحيين لكن يعني عايش حياته بطولها وعرضها لا يسمى بمؤمن يعني ولا مسيحي حقيقي يسمى مسيحي إسمي زي ما قال في سفر الرؤية لك إسم أنك حي لكنك ميت فالمسيح الإسمي ده أصلا لا يلقب بمؤمن ولا يلقب بمسيحي حقيقي جاي تلقب الوسانيين بالمؤمنين وكذا تحطها مجرد ثالثا يقدم الروح القدس إمكانية بيقول هنا إمكانية للجميع في يعني دوره يكون دور فعال في جميع الناس يعني نعم طبعا دور للتبكيد على أكبر خطية عدم قبول المسيح وده مش كلام وحيد ولا كلام مسيحيين جدد ده كلام المسيح وفهمه التلاميذ وبشروا به واستمر عشان بس الناس تكون معنا في ذات الصفحة يعني نعم فدي إذن الحتة الأولى هاي خطية التجديف على الروح القدس خطية التجديف على الروح القدس عدم قبول المسيح رفض المسيح ده هو التجديف على الروح القدس وبالتالي أشكرك لهذه الجزية الرافضين الروح القدس نعم الرافضين المسيح مو يجددفين على الروح القدس نعم يبقى زي إنت بتتكلم عن عمل الروح القدس فيهم ولا تغفر له يعني من يجدف عن الروح القدس المسلم لا يقبل أصلا وجود شيء اسم الروح القدس صح على أساس أنه روح الله لا يقبل طبعا طبعا فإذن التجديف على الروح القدس هو عدم قبول المسيح كالله الظاهر في الطبيعة البشرية الفادي الكفاري المخلص هذا يسمى تجديف على الروح القدس فإنت بكل بساطة تأتي وتقول دول الوسنيين بيعمل فيهم الروح القدس كيف يعملهم مجدفين عليه يعمل لتبكيتهم يقول لهم توبوا إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يبتكروا طرق جديدة للتعامل غير المؤمنين غير المسيحيين طيب خلينا نشوف جزئية تانية يقولون طبعا الإخوة الكذبة إن السيد المسيح حاضر وفاعل في كل الأديان فهو يخص كل الأديان بل بالحري كل الأديان خاصته وفاعل بها بقدر ما هو حاضر وفاعل في كل البشر دي كوارس طبعا كلها أكاذيب هي مجموعة أكاذيب يعني مجموعة أكاذيب صعب أن أسميها أخطاء لاهوتية يعني مقصودة يعني ده قصد لمحاربة الإيمان المسيحي بشكل واضح أن السيد المسيح حاضر وفاعل في كل الأديان كيف هو أسس الأديان دي عشان يكون حاضر فيها يعني دين أسس الشيطان المسيح يكون حاضر فيه إزاي بأي منطق يعني وفاعل في كل الأديان فهو يخص كل الأديان نعم مين اللي بيقول أن المسيح يخص كل الأديان يعني أنت عايزت تقول أن المسيح اللي في الإسلام ده هو المسيح بتاعك فرغوا المسيح من طبيعته من كفارته من قيامته من شفاعته السرمدية في يمين العرش في الأعلى في يمين العظمة كل ده تم تجريده وشالوا واحد الاسم بس كي يسموه لك المسيح هو ده المسيح بتاعنا لا ده محاولة يعني يعني محاولة محاربة هذا الإيمان المسيحي وبعدين فهو يخص كل الأديان بل بالحري كل الأديان خاصة بالزبط كده ده كلام خطير كل الأديان خاصة المسيح نعم يعني الإسلام بتاع المسيح حتى المسلمين مش هيرضوا لك بالكلام ده يعني حتى المسلم لن يرضى بهذا الكلام أنك تقول له الإسلام خاص بالمسيح البوزية خاصة بالمسيح الهندوسية خاصة بالمسيح كلام إيه ده ده كلام يعني صعب أن أقول ليس له وجود في الكتاب المقدس أبعد من كده بكثير بكثير جدا وكلام ليس له علاقة أصلا بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ولا بتاريخ اليهود ولا بتاريخ المسيحين أصلا بل العكس كل ما في هذا التاريخ يدينه وكل ما في المجامع المسيحية كل المجامع المسيحية تدين هذا الكلام حتى للذين ينادوا بالكلام هذا مجامعهم السابقة تدين هذا الكلام بعد كده بيقول لنا أنه يخص كل الأديان بل بالحري كل الأديان خاصته هذا الكلام غير صحيح تماما والروح القدس يقدم الاشتراك للكل في المسيح لو قبلوا المسيح كيف بنبتكر بسهولة كده طريقة نقدمها للناس نقول لهم ابقوا في وسنيتكم أنتم ستخلصون المسيح يخصكم وأنتم تخصون المسيح هل هذا تعليم مسيحي لهوتي كتابي يعني هل هذا الكلام يستقيم هي المسيح حاضر في كل الأديان لا المسيح يخص كل الأديان ولا كل الأديان تخصه لأنه زي ما ذكرت أصلا لم يؤسسها ما طبيعة حضور المسيح في كل الأديان كمبكت نعم كمخلص ألف لا وفاعل يعني إيه فاعل؟ فاعل عنده تعليم مثلا فاعل مؤثر يعني إذا كان هناك حضور باستيغة واحدة قالها المسيح مبكت يفحم بالحج ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة وإيه هي الخطيئة؟ لأنهم لا يؤمنون به لو لم يقم المسيح أنتم بعد في خطيئاكم ويقول لي يشترك في الفصح في القيامة لو لم يقم المسيح بيكلم مسيحيين لو لم يقم المسيح أنتم بعد في خطيئاكم يا مسيحيين أنا أشرت لجزئية في حلقات سابقة خليني أشير لها دلوقتي عشان تبقى الصورة أوضح لو أن المسيح العظيم الذي نعرفه مسيحنا القدوس الذي هو كلمة الله ابن الله الله المتجسد الله الظاهر في الطبيعة البشرية جاء بذات الطريقة من ألفين سنة وعاش بذات الأسلوب وقال نفس الوصايع ونفس التعاليم السامية جدا وهناك من تبعه ولكنه لم يمت على الصليب ولم يقم منتصرا على الموت فلا خلاص لأي مسيح يدبع المسيح ما كان المسيح خلصنا كان ساب بعض التعاليم السامية وبس والتعاليم لا تخلص لأن المسيحية ليست مجموعة أخلاق المسيحية هي موت المسيح ورفع الموت واستعادة الخلود بالقيامة والصعود للسماء لفتح السماء دي الرسالة بتاعت المسيح فإذا كان أنت عاوز تقدم المسيح بتعاليمه لحد عدم الصلب وعدم القيامة للناس دا المسيحي إذا كان بيؤمن لحد هنا مش هيخلص فما بالك حتقدم الواحد وسني اخجلوا اخجلوا على هذا التعليم هذا التعليم لا يستقيم وليس له علاقة بالكتاب المقدس خلينا نأخذ جزئية كمان يقولون الأخوة الكذبة الخلاص هو في متناول جميع من هم من ذوي الإرادة الحسنة الخلاص هو في متناول جميع من هم من ذوي الإرادة الحسنة نعم يعني إيه الإرادة الحسنة هنا إرادة اللي ستقبل الخلاص وللإرادة وهو موجود في تعليمه وفي دينه طيب أنا هجاوب على سؤالك بس خلينا أخذ لو سمحتي للسطر الأول هو في متناول جميع خلينا أخذ لحد متناول جميع صح هو الخلاص في متناول الجميع لأن الدعوة للجميع لكن الخلاص لن يأخذه الجميع الخلاص سيأخذه من يقبل الإيمان بالمسيح صحيح طبعا يعني الآية الحافظة الطفل المسيحي هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك مين كل من يؤمن به من يؤمن به من يؤمن به على أي أساس واحد اسم عيسى جاء بذل ولا التجسد وطبيعة المسيح اللاهوتية وفداءه وقيامته وصعوده ومجيء مرة أخرى لكي لا يهلك كل من يؤمن به فإذا لما يقول في متناول جميع نعم هي في متناول الجميع إذا قبلوا الشرط الإيمان من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن والخلاص لمن يقبل المسيح فقط ثم سألتنا عن الإرادة الحسنة وهنا سأتكلم فيها في بعدين البعد الأول سؤالك عايزين نشوف إيه الإرادة الحسنة يعني الإرادة الحسنة هو واحد يبحث عن الله دي إرادة حسنة طيب ما دح يجيب ربنا للإيمان بالمسيح بكل بساطة طالما هو صادق في بحثه عن الله وواسق أنه لا يمكن الله الحقيقي يكون في اللي في إيده إذا كان قرآن ولا كتاب بوزة ولا غيره وبيبحث عن الله بحق كما أتى بالملايين سيأتي بهذا الشخص يعني أصحاب الإرادة الحسنة لا يمكن أن يتركهم الله لا يمكن بأي حال من الأحوال هذا هو البعد السان يعني طيب قبل ما تدخل الخاصية الحبشي بعث له المسيح يعني واحد من من رسول إذا حبين نسميه رسول أشكري كلامك صح شخص واحد شخص وفي إيده الكتاب المقدس العهد القديم بيقرأ فيه يعني رجل مؤمن بالرب الإله صح طيب إيه الإحتياج أنه يبعث لواحد مسافات عشان يؤمن بالمسيح أشكرك هذا دمي صار رائع جدا أنا ما حطيته لكن أشكرك للإضافة هذا واحد مؤمن بيهوى الله نعم وفي يده يقرأ صفر أشعياء صحيح ويبحث بإرادة حسنة عن ما يقرأ نعم كشات سيقة إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها نعم يعني كان بيقرأ في أشعياء الأصحاح 53 الكلام ده في أعمال الرسل بالمناسبة في الكتاب المقدس أرسل له في لبس المبشر علشان يعرف المسيح طيب يا رب ده بيعرفك نعم لا يجب أن يتوقف هنا الآن لا بد أن يدخل إلى عهد النعمة وده يمكن في مرة سألنا الأخ فؤاد عن هذه الجزئية يعني البعض توقف على العهد القديم اليهود لما كنا بنتكلم عن حلقة الزواج لا لازم أن هذا اليهودي المؤمن بالإله يؤمن بهذا الإله في خلاصه هو ذات الإله حينما قدم الخلاص نعم لم يقل العهد القديم توقفوا وإلا هذا الخصي الحبشي وهو يقرأ في العهد القديم شاف المسيح عن من يتكلم عن نفسه أم عن آخر نعم ومن هنا قاده الروح القدس عن طريق بشارة في لبس المبشر إلى الإيمان بالمسيح وعمدوا في ذات الوقت صحيح وذهب في طريقه فرحا فأشكرك للإضافة دي وذي دخلني للبعد الثاني طب هما لما إرادتهم حسنة ليه مش عايزين يقبلوا المسيح ليه عايزين يبقوا في وسنيتهم بالضبط صحيح ليه برفضوه لما إرادتهم حسنة طب الروح القدس يكمل معهم القضية مش إرادة حسنة القضية لو في واحد عنده إرادة حسنة حيقودوا الروح القضية هما رافضين خلينا أقولك شيء موازل الخصي الحبشي على أي أساس كانت إدانة اليهود في عصر المسيح عليها لرفضهم للمسيح مش وقف المسيح وقال يا أوروشاليم يا أوروشاليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم من مرة أردتوا هذه إرادة الله وأنتم لم تريده هذه إرادة هو إذا بيتكم يترك لكم خرابا يبقى لأن الإرادتين لم يتقابلوا إرادة الله حاضرة دائما لخلاص من هم من زوي الإرادة الحسنة دول إرادتهم مش حسنة رافضين والمسلم رافض ويسمع ويعرف كل شيء فالخلاص ما زال مقدم حتى للذين يرفضون المسيح وللذين يقيمون طرقا مختلفة للحصول على الخلاص حسب هواهم سيظل الباب مفتوح بس بشرط اقبل المسيح فكل هذا كلام كلام يعني محاولة فبركت عقيدة جديدة للناس وتخدير هؤلاء وسيذهبون إلى الجحيم لا محال بدون المسيح لا خلاص للأسف طيب خلينا نكمل كمان جزئية يقولون إن الإنسان يمكنه أن يخلص خارج الكنيسة إن المسيح هو الطريق الوحيد الذي يعطي من خلاله الله ذاته للبشر والمؤمنون من الديانات الأخرى يمكنهم تحقيق هذا اللقاء مع المسيح بصورة ضمنية يعني أنا لا أعرف هل هو كلام متناقض المسيح هو الطريق الوحيد يا طبعا طيب طبعا والمؤمنون من الديانات الأخرى يمكنهم تحقيق هذا اللقاء مع المسيح نعم بإيه بصورة ضمنية يعني هو عشان كده حطها لك بصورة ضمنية طب هو إيه إزاي يعني بصورة ضمنية يعني 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 يضاف إلى هذا يضاف إلى 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 الخلاص اللي هو من خارج الكنيسة اللي هو ما فيش طريق غيره غير المسيح هذا تناقض واضح جدا يقول لك أن الإنسان يمكنه أن يخلص خارج الكنيسة أنا عشان عايزة نقشها جزئية جزئية ما معنى خارج الكنيسة زي ما ذكرت الأسوار آه طبعا خارج الكنيسة خارج الأسوار يمكن لكن خارج الكنيسة بمعنى جسد المسيح لا مش ممكن أصول خلاص هو المسيح هو الرأس والمؤمنين هم جسد المسيح نعم فكل واحد بيؤمن يضاف وينضم إلى هذا الجسد المخلص بالمسيح بالمسيح الذي هو الرأس نعم أنت عاوز ناس يخلصوا بره الطريقة الإلهية دي أنت بترسم لهم طريق فإذا إذا كان المقصود خارج أسوار الكنيسة ياما ناس خلصوا خارج أسوار الكنيسة وعرفوا المسيح وآمنوا بالمسيح ودخلوا إلى الكنيسة نعم لكن ما معنا أنه خارج المسيح أو خارج جسد المسيح هذا الكلام خاطئ ثم سؤالك ما معنى صورة ضمنية سؤال ما هي الآلية يعني كيف أين أجدها في الكتاب المقدس طيب هذه الطريقة الضمنية أين أجدها في كتابات المسيحيين مش موجودة في الكتاب المقدس طيب فين هي في كتابات المسيحيين الأصيلة مش موجودة ليس لها وجود أن المسيح هو الطريق الوحيد الذي يعطي من خلاله الله ذاته للبشر نعم الكلام لهوتي صحيح 100% وبتيجي تكسره بعد شوية وتلقب المؤمنون من الديانات مؤمنين إيه؟ دول وسنيين بيؤمنوا بأشياء أخرى أنت لا تسميهم مؤمنين دي فبركة المصطلحات المؤمنون من ديانات ديانات الأخرى يمكنهم تحقيق هذا اللقاء لا يمكن الله الإنسان يسوع المسيح لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح هذا الإله المتجسد يوجد إله واحد يهو دا اللهوت وإنسان واحد اللهوت المتحد بالناس ووسيط دا الله يدخل دا اللي من خلاله الناس تعرف والمسيح قالها صراحة لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي ما فيش حد يقدر يعرف الآب إلا لو عرف الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له طبعا دي آياتنا سأتي لها في حلقات أخرى أنا عايز أرد على قدر هذا الكلام الآن كلام خاطئ في جزئية الأولى صحيحة ثم يأتي هو بذاته يضرب هو الطريق الوحيد صحيح طيب لما هو الطريق الوحيد أنت أنتجت طرق أخرى إزاي أنت بدين نفسك أنت بدين نفسك بهذا الكلام لما تقول هو الطريق الوحيد مش هو طريق نعم يعني ممكن يحاول يفابريكي يقول لك هو طريق للخلاص عشان فيه طرق أخرى لا هو ذكر الطريق بالألف واللم نعم ثم الوحيد نعم ما فيش غيره نعم طيب لما الله لا يعطي ذاته إلا من خلال التجسد لأنه جاء إلى البشر في المسيح يعطي ذاته من خلال التجسد والإيمان إزاي عايز الديانات الأخرى الوسانيين غير المؤمنين هم بصورة أخرى يحققوا هذا اللقاء وما قلت لنا أيها الصورة الأخرى أيها أنه بعبد بوزة كذا يعني وبيبوس الحجر الأسود ويتمسح به ويؤمن أن الحجر الأسود يغفر خطاياه لا يحقق هذا اللقاء في المسيح لا يحقق هذا الكلام خاطئ لا يتناسب ولا يتماشى مع الوحي المقدس إطلاقا طيب خلينا ندخل على الجزئية ثانية طيب يعني يقولون أن الله يلتقي بالبشر خارج المسيحية في المسيح ولكن وجه الإنسان يبقى مجهولا أما في المسيحية فإن لقاء الله والبشر يتم في وجه يسوع الإنساني الذي يعكس صورة الآب معلش خلينا يعني أقرأ لنا أنت الجزئية دي مرة إن الله يلتقي بالبشر خارج المسيحية في المسيح أولا هذا الكلام غير صحيح إزاي خارج المسيحية في المسيح إزاي بدون المسيح يبقى في لقاء الكتاب يقول ما في لقاء إلا في المسيح طيب ولكن وجه الإنسان يبقى مجهولا يعني هو عايز يقول لك في ناس برفضه التجسد في ناس برفضه أن المسيح يهوى المتجسد فوجه الإنساني إنه حل في هذه الطبيعة البشرية وجه هذا اللاهوت هذا السرمدي يبقى مجهولا في المسيح الإنساني مش شايفينه شايفينه نبي بس شايفينه عيسى طيب لما هم شايفينه وراضين بهذا الإيمان ورفضين الإيمان التاني هم رفضينه أنت على أي أساس بتقول هو يلتقي بهم من فين جبت لهم الطريق ذا من فين جبت لهم هذا اللقاء ما تدونها من الكتاب المقدس آيات في عهد النعمة فيها تعليم للتلاميذ قالوا إن اللقاء يتم بعيدا عن المسيح دونها آيات الكتاب المقدس العهد الجديد مليان سفر أعمال الرسل للرسائل طيب ادونا من المجامع المسيحية اعطونا من المجامع المسيحية قبل هذا التعليم الجديد الأخير يعني اعطونا من المجامع المسكونية ما فيش هذا الكلام لا وجود له يعني أنا كنت أتخيل كده ماذا لو قام بولوس وبطرس من الجاء إلى عالمنا وسمعوا هذا التعليم ماذا سيقولون إيه ده ده في ناس بتنادي بالكلام ده نعم نعم إذا كنا إحنا مستغربين مش هيكون يعني يعني بالضبط كده أما في المسيحية ينتقل هنا يقول لك أنت عشان عارف أنه الله متجسد في المسيحية فإن لقاء الله والبشر يتم في وجه يسوع المسيح الإنساني الذي يعكس صورة الأب هنا بقى هو بيسقط كاتب هذا أو من كتب هذا يعني أنت عارف أنه في وجه المسيح هو صورة الأب صحيح طب صورة الأب ده مجهولة مش معروفة للآخرين يرفضوها يبقى من لا يعرف الابن لا يعرف الأب هذا كلام المسيح بلسانه نعم أنت وقعت هنا في هذا الكلام عايز فلسف القضية لا القضية لا يمكن أنه يتم فلسفته ثم نأتي إلى جزئية يعني فعلا منطقية بصورة يعني للبسيط غير يعني الطفل ممكن يفهمها يقول أن الله يلتقي بالبشر خارج المسيحية في المسيح طيب لماذا لا يلتقي بهم في المسيح لماذا لا يأتي بهم إلى المسيحية وهل أرسل المسيح تلاميذ يدعوهم ليلتقي بهم خارج ولا ليلتقي بهم في المسيح خلاص يجيبهم الروح القدس ذا اللي أنت بتكلم عنه اللي بتقول بيعمل فيهم بدل ما يلتقي بهم في حتة إحنا ما نعرفاش ولا تكلم عننا المسيح طيب ماذا يجيبهم للمسيح يلتقوا به في المسيح صحيح أين أجد هذا الكلام في الوحي المقدس أين أجد هذه الفلسفة الخاطئة لاهوتيا وكتابيا جملة وتفصيلا ثم وجه المسيح الإنساني يبقى مجهولا لغير المسيحين بينما في المسيحية في المسيحية فيتم الخلاص في وجه يسوع المسيح فين الكلام هذا القادر في الكتاب المقدس هذا التفصيل هذا الفصل القادر فين في الكتاب المقدس هما هنا ما بيتكلموا عن استثناء عشان الناس المسيحيين يفهموني ما بيتكلموا عن واحد عايش في أدغال أفريقيا وما فيش حد يبشره بالمسيح وعايش في بيئته ومات في بيئته بما يعرف ودي حلقة خاصة اسمنا الذين بلا ناموس لا هما بيتكلموا عن ناس في عقائدهم نعم عارفين إنه فيه مسيحية وعارفين المسيح والإنجيل متوفر للكل بكل لغات العالم موجود عند الكل ورغم ذلك أنتجوا طريقا غير المسيح لهؤلاء عشان يخلصوا به يعني إذن الناس اللي ممكن تسأل هنا مش الكلام عن الناس ما سمعوش لا الكلام عن الناس في وسانيتهم راضين بوسانيتهم بيقدموا لهم هذا الطريق وهذا المنهج في الوقت الغريبة يعني يقول لك طريق غير معلوم طريق غير معروف طيب لما هو غير معروف وطريقة غير معروفة ومش موجودة في الوحي المقدس إنت جزاي عرفتها إن شاء الله إزاي أنت عرفتها وإزاي بتكلمهم عن هذا الطريق غير المعلوم اللي هو أصلا مش موجود في الكتاب المقدس ومش هكرر ولا في تعاليم المسيحين ولا المجامع إلى آخرين لماذا لا يقود المسيح هؤلاء كما قادنا وإحنا أبائنا وأجدادنا كانوا إيه يعني في النهاية ما سترجع ستلاقي ما كانوا يهود وكانوا وسنيين أنا لو رجعت الجدي مثلا الخمسين الستين السبعين هلقى كان في مصر عايش هناك وسني قبل أن يأتي مار ماركوس الرسول ويبشر هلقى كذا لا يقود لماذا لا يقود المسيح هؤلاء كما قادنا وقاد أجدادنا إلى وجهه وإلى خلاصه إن كان الأمر يتم فلماذا لا يقودهم للخلاص المعلن على الصليب كلها محولات أنا بسميها فاشلة لخلق وابتكار طريقا آخر غير المسيح ولا تفصص وتفصل وتقول وجه الإنسان ومعلوم وغير معلوم ما فيش الكلام ده في الكتاب المقدس هو المسيح الله الظاهر في الطبيعة البشرية إما أن تقبلوا هكذا وإما حتى اليهود إما أن يقبل المسيح هكذا وإما ليس له خلاص الكلام ده محتاج لآيات توضحوا ما أكثرها في الكتاب المقدس الآيات في العهد الجديد شكرا هو أنا دلوقتي شايف أنه هم فعلا عملين طريق تاني موازل للمسيحيين صح يعني في طريقين هم راحوا يعني سكبوا خليني أقولها كده كل الديانات التانية والحاد كله في الطريق اللي هم عملينه موازل للطريق ده وبيحاولوا كمان يعني يدمجوا بينهم مظبوط ويبقى خلاص سكة واحدة الحابل بالنابل بقى وخلاص هذا الزوبان بقى ده المحاولة شوفي هم الآن إلى حد كبير نجحوا بين قوسين في تزويب الثقافات الثقافات بين الناس النهاردة بتلاقي الفرنسي يمارس ثقافة أمريكية وهو لا يعرف العرب اللي عايش في الخليج بيعيش بثقافة أمريكية صحيح من غير ما يحس صحيح فهم نجحوا في تزويب الثقافات الثقافات ويبقى الدين هو العنصر القوي في الثقافات في المجتمعات نعم إنجاز أنه يدخل تحت هذا المسمى نعم فبعد أن نجحوا في هذا الأمر وبعد أن أصبح العالم هو قرية صغيرة الآن الاتجاه إلى تزويب الأديان تزويب العقائد عشان الكل ينصهر في بوتقة واحدة وهذا هو التمهيد لضد المسيح عشان يأتي يجد الساحة جاهزة يحكم الكل ويعني الكل يكون مطيع والكل يكون ما خلاص إحنا واحد ويكون قبوله سهل جدا فعشان كذا المسيحيين الفاهمين لا بد أن يكون في استيقاظ ويناس تكون متنبهة إلى أنه هذا المسرح يعاد بهذه الطريقة لما هو ضد المسيح جملة وتفصيلا فلا نشاركه لا نشترك فيه على الإطلاق آمين آمين يعني نتمنى ونصلي الناس تكون مستيقظة يعني طيب خلينا نأخذ جزئية تانية إن غير المؤمنين الذين لم يؤمنوا ولم يعمدوا بما في ذلك الوسنيين والهندوس وغيرهم من الممكن أن ينالوا الاشتراك في سر الفصح والقيامة إن الروح يعمل في المؤمنين من الأديان الأخرى علينا أن نتمسك بأن الروح القدس يقدم للجميع الإمكانية للاشتراك في سر الفصح بطريقة يعرفها الله وحده ويتحقق خلاص بطريقة لا يعلم بها أحد إلا الله وحده يعني كان عندنا إحنا المفروض سنعمل حلقة عن لا يعلمها إلا نبي فهي لا يعلمها إلا الله وحده بس هما بيعرفوها هما بيعرفوها برافو عليك لما هو أصلا ما بيعرفه إلا الله وحده أنت عرفتها كيف بالضبط وشوفي شوفي التعبير ده مناقض لأي محاولة لفبركة آيات لأنه بيقولك لا يعلم إلا الله وحده يعني ما وردت في الكتاب المقدس خالص مش معروفة وإلا لو وردت في الكتاب المقدس يبقى يعرفها الله والمؤمنون المسيحيين صحيح لا هنا بيقولك ما بيعرفها إلا الله يبقى الله لم يتكلم عنها في الوحي يبقى أنت بتفبرك آيات بقى أنا لازم الحتة ده وصلها لمشاهد وصلتك أنا وصلتني بس ممكن نعيدها تاني طيب يعني لما أنت تقولي هنا بطريقة لا يعرفها إلا الله وحده ده معناها طريقة لم تعلن في الكتاب المقدس خالص الله بس اللي بيعرفها لأنه كان ممكن لو هي معلنة تقول لنا ثان هي وتقول لنا يعلمها الله والمؤمنون المسيحيون لا لا يعلمها إلا الله وحده طيب على أي أساس بتفبرك آيات تفسير آيات تفبركها ازاي لما هي مش معروفة إلا عند الله ده رقم واحد رقم اتنين إنت عرفتها إزاي زي ما أنت قلت من شوية بالزبط لا يعلمها إلا نبي لا يعرفها إلا الله وحده حلو إنت عرفتها إزاي وإزاي بتقدمها كعقيدة للناس لما هي مش معروفة إنت عرفتها إزاي وبتقدمها كعقيدة وكطريق زي ما أنت ذكرت كلمة عجبتني موازي للمسيح بتقدمها إزاي بس مش عايز أفوض بعض الكلمات الفسح القيامة خلينا معلش نبتدي من الأول أيوة يعني خذ لنا من الأول مساء الذين لم يؤمنوا ولم يعمدوا بما في ذلك الوسانيين والهندوس وغيرهم بالزبط يعني هو شوفي بيقولك دلوقتي مسميم غير المؤمنين أي مع أنه من شوية كان مسميم المؤمنين صحيح لعب الأوفاظ هم غير مؤمنين هنا ده التعبير السليم وغير معمدين بالزبط يعني كمان ما لهمش علاقة أصلا بالمسيحية وبيشير وسانيين هندوس وغيرهم من الممكن أن ينالوا اشتراك في سر الفسح والقيامة فهنا الفسح والقيامة إن كان الفسح يعني مقصود به هنا شركة المائدة لفخارستية ليس من حقه ولا في شركة قيامة المسيح أي فعالية قيامة المسيح هو أصلا مش مؤمن بيها فأنت إذا كيف يشترك فيها واحد مش مؤمن بفعالية مش مؤمن أصلا إنه في قيامة إنت عايز تدير بركة القيامة إزاي ويقول لك أنت كذاب أنت كافر أصلا مسيح ما متش فإن كان الفسح المقصود به ننمائدة أو مقصود به القيامة هو على الأرجح القيامة المحصلة واحدة في النهاية كلامهم أن هناك طريقة لا يعرفها إلا الله وحده وتخلص هؤلاء بس هي طريقة هي طريقة وهمية لتخدير الناس هي لا وجود لها وإن كانت موجودة لك أن ذكرها المسيح صراحة في طريقة أخرى لغير الناس اللي يعني يبقوا مسيحيين عشان خلصهم لا أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو الطريق لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي اللي يعرف الإبن يعرف الآب أنا بقول الكلام قاله المسيح يحن المعمدان من لا يعرف الإبن يمكس عليه غضب الله من لا يؤمن بالإبن دي كل آيات هنستخدمها في حلقات قادمة يعني الله لم يذكر لنا في كل كتابه ولم يقل لنا ولا مرة هذه الطريقة الأخرى الغير معروفة للبشر وهم زكروها بيبشروا بها الناس وبيقولهم أنتوا كويسين السيد الرب الإله لم يوصب خلاص غير الطريق الوحيد المعروف الذي أعلنه لكل البشر بس أنتوا عرفتوه وبتقدموه أليس هذا أمر غريب طيب خلينا نرجع للوحي المقدس هناك وصاية عرفة كثيرة تحذيرية من أكل غير المؤمنين في العهد القديم أكلهم أكلهم من الفصح أكلهم من الفصح ما يعكلوش من الفصح خالص وتحذير رهيب نحن نتحدث نحن نتحدث عن الفصح خروف يرمز إلى موت المسيح الخروف الذي يرمز إلى موت المسيح ممنوع الأكل منه فما بال المسيح فهنا خليني أقرأ بعض الآيات خروج اتناشر وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصح كل ابن غريب لا يأكل منه ولكن كل عبد رجل مبتع بفضة تختنه ثم يأكل منه النزيل والأجير لا يأكلان منه تختنه ايه هو الختان يا مسيحيين مش هو الدخول في عهد مع الله مش هو الختان اللي بعد كده أصبحت المعمودية مكانه مش دائماً كم يا مسيحيين ولا إيه فلا يأكل منه ممنوع إلا يختن إلا يدخل في عهد مع الله ليتمتع بفعالية وقوة عمل الفصح فإنت جايب واحد بوزي هندوسي مسلم لا يؤمن بهذا الكلام وعايز تمتعه بشركة الفصح خلينا نكمل وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحاً للرب عاوز يعمل فصحاً للرب فليختن منه كل زكر ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض وأما كل أغلف فلا يأكل منه كل وسني كل من لم يدخل في عهد المسيح العهد الجديد ليس له حق التمتع بالنعمة زكان خروفه اللي يشر للمسيح مجرد خروف لأنه بس رمز للمسيح فكيف يشبع أو يتمتع بفصح المسيح أو بخلاص المسيح وهو غير مخطون هذا كان في خروج 12 43 إلى 48 بل أنا عايز أقول أكثر من كده حتى أعلى قامات الشعب في بني إسرائيل القامات التقصية يعني في ممارسة التقص وهم طبعاً الكهنة اللاويين الكهنة اللي هم من أولاة هارون يمنعوا من الأقدس الاقتراب من الأقدس والأكل من الأقدس لو لم يكنوا مستعدين يعني هو يهودي لكن لم يقم بالتطهيرات اللازمة لا يقترب من الأقدس تخيلي فما بالدول جايبين وسنيين يرفضون المسيح وعايزينهم يشتركوا في بركات القيامة وبركات الصليب يعني خليني أقرأ النص برض لويين 22 وكلم الرب موسى قائلاً نكلم هارون وبنيه هارون دول الكهنة وبنيه أن يتوقعوا أقدس بني إسرائيل يعني يكون أطقيع فيها التي يقدسونها لي ولا يدنس اسم القدوس أنا الرب ثم يكمل قل لهم في أجيالكم كل إنسان من جميع نسلكم يا أولاد هارون الكهنة اقترب إلى الأقدس التي يقدسها بن إسرائيل للرب ونجاسة عليه غير متطهر تقطع تلك النفس من أمامي أنا الرب كل إنسان من نسل هارون دول الكهنة لا يأكل من الأقدس حتى يطهر نحن نتكلم هنا عن يعني الكهنة اللي بيقدسه الزبائح والتقدمات للرب يقول له أنت لا تمارس هذه الشعيرة لو أنت غير مستعد بدنيا وروحيا إلى آخره أنت نجس في هذه الحالة فإنت جايب أصلا الوسنيين اللي هم بيمارسوا النجاسة وعبادتهم عبادة نجاسة وجايب عشان يتكلم أنه دول لهم الحق في التمتع بسر الفصحة وسر المسيح يستخدم هذه التعبيرات في الخروج 23 يقول ولا تذكروا اسم آلهة أخرى ولا يسمع من فمك لشعب إسرائيل ما تذكرش اسم الآلهة الأخرى لا يسمع من فمك وفي يشوع ولا تذكروا اسم آلهتهم ولا تحلفوا بها يبقى أنت على أي أساس وقال كلام يقال لما ترجعي بس تبصي أول نظرة لهذا الكلام أول نظرة لهذا الكلام من اللي هو يقال تدرك مدى الأخطاء الفادحة المقصودة أخطاء بقى عيزة كتابية ستجد لاهوتية من الطراز الأول ستجد تقصية حتى تقصية هو مع بني إسرائيل تجد وبالتالي أنا مش عارف الناس دول أنتجوا الكلام دي ازاي ومن يسمعني إن كان هناك شخص يسمعني هو بيعتنق هذا الكلام أنا أعتقد أنه الأمر يحتاج إلى وقفة وقفة فيها ضمير وفيها صح وفيها نظرة جادة للكتاب المقدس ولتعاليم المسيح وتعاليم الوحي المقدس وتعاليم المسيحيين تعاليم الرسل تعاليم الآباء تعاليم المجامع تعاليم المسيحيين في كل مكان لأنه ستجد أنه الكل هو يرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا ليه؟ على أي أساس إذن نحن نقبل أو يعني نحاول أنا وجدت من قبل هذا الكلام وكتب مقالات يحاول أن يبرر بها هذا الكلام ووقع في أخطاء أكبر ستناولها في التمسح بآيات من الكتاب المقدس حلقة قائمة بذاتها بنعمة الرابع على كل أتمنى أن الناس تصلي لأن الموضوع هذا خطير ويمكن أن يؤدي إلى أمور وخيمة يعني الحياة الأبدية ما فيش أغلى منها نعم نعم أكيد طيب خلينا ندخل لجزئية ثانية يقولون إن هناك تناقضا ظاهريا لأن الكتاب المقدس يؤكد على ضرورة الإيمان وضرورة المعمودية ويؤكد أيضا على قصد الله في خلاص جميع البشر والحل إن الإيمان والمعمودية ضروريان لخلاص الذين يعلمون فعدم الخلاص مرتبط بالرفض مع العلم شفتي الكلام ده تم برضو ده تناقض هم المتناقضين أيها شفتي إزاي يعني أنت النهاردة أنت نسفت خلاص الهندوس ونسفت خلاص المسلمين على التحديد لأنك أنت بتقول أن الإيمان والمعمودية ضروران لخلاص الذين يعلمون نعم طيب المسلم لا يعلم ما بيعرف المسيح نعم ما بيحارب المسيح ما بيحارب الكلمة الله ما بيقول أنه ده كتاب محرف أنت وردت نفسك ثم يقول أن هناك تناقضا ظاهريا لأن الكتاب المقدس يعني بيقول لك اللي بيقرأ على السطح كده يحس أنه فيه تناقض الله عاوز جميع الناس يخلصوا نعم بس الخلاص لمن اللي بيؤمن بالمسيح ده التناقض اللي اللي انت عملته ما في تناقض هو الخلاص للكل مقدم للجميع آدي شيك مقدم ليك مش هتعرف تصرفه إلا لو خدته ورحت البنك لو قلت أنا مش عاوز الشيك بس هو مكتوب لك أنا مش عاوزه هدية لك الشيك مكتوب لا أنا رافضه هتتمتع به إزاي إزاي هتأخذ الفلوس الموجودة في الشيك إلا لو انت قبلته ورحت للبنك عملت الإجراءات اللازمة وأثبتت شخصيتك وصرفت الشيك هتتمتع بالفلوس ده المسيح قدم الخلاص للكل من يقبل هذا الخلاص ويعيشه وينفزه يتمتع بهذا الخلاص فهنا التناقض يعني التناقض عنده هو مش التناقض اللي الواحد يقرأ كلنا قرأنا وآباء قرأوا وأجداد قرأوا لما شاهدوا هذا التناقض والمجامع المسكونية قرأت والقديسين عبر التاريخ قرأوا فهو هنا حكم على المسلمين وعلى الهندوس والجوزيين والمحيزين تحكم على الكل منهم النهاردة ما يعرفش المسيح يبقى إذن إذن أنت لو عايز تتكلم عن اللي ما سمعوش ده مش هو اللي أنت بتذكره ولا اللي أنت بتطرحه ولا بتقول عقيدة خلاص غير المؤمنين ما اسمهش كده ده إذن الذين ليس لهم ناموس ده موضوع آخر وزي ما ذكرت له حلقة قائمة بذاته إذن العقيدة هنا بتتكلم عن الرافضين قبول الإيمان أصلا يعني دي مش عقيدة خلاص غير المؤمنين القائمة على على قبول كل الأديان والنداء بالخلاص لأدباعة بغض النظر يجب له المسيح أو ما يجب له وشمع أنه يعرفوه لكن مش عايزينه فإذا كان المسلم قد سمع ورفض الإيمان ناهيك عن المعمودية مصيره حسب كلام المسيح إيه النار الأبدية طب ده كلهم سمعين بتعايز تخلصهم إزاي فإذن هو فيه برضو لعب بالألفاظ الأمر على كل الأديان الأخرى ثم بعد كل التحذيرات الكثيرة عن ضرورة الإيمان والمعمودية وهلك غير المؤمنين بعد كل ده يجي واحد يقول لا لا بس فيه طريق آخر إحنا مش عارفينه الله بس يعلمه ما ورد في الكتاب المقدس ولا بيعرفوه المسيحيين بس موجود أنت عرفته إزاي أصلا ما تكلم عنه الوحي أقول أنه لن يخلص المسيحي الإسمي ناهيك عن غير المؤمن وغير المسيحي هذه لعبة الشيطان ناهيك تخدير بتاعه على إيه إنه يا الله محب الله رحيم ناهيك بس الله عادل دي سيبه ما تجيبه أنا لاش نهو سمحت الله ديان سيبه لو سمحت ما تجيبهاش خلينا بس نتكلم عن الله الرحمة أما الإيمان ده ما تكلمش عنه من المفروض إنه إذا كان فيه إله رحيم يتكلم عنه بيقول إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة نعم إذا كان فيه رحمة من الله مفروض إحنا نستخدم هذا اللطف وهذه الرحمة وهذه الأنات طويلة من الله عشان نأتي إلى الله بالتوبة إذا كان الله لم يشفق على المسيح حينما وضعت عليه خطايا العالم سر بأن يسحقه بالحزن جعل نفسه زديحة إثنه أول ما تحط على المسيح خطايا العالم على طول صبت دينونة الله المرعبة على المسيح وهو على الصليب إذن إن كان لم يشفق على ابنه كما يقول الوحي في رومية 8 بل بذله لأجلنا أجمعين فإزاي حيشفق على الرافضين للمسيح المجدفين عن روح القدس نعم بعدين فيه جزئية مهمة جدا في هذا الإطار لم يشفق على سدو معامورة وكان عندهم شرائع وعندهم تعاليم لم يشفق عليهم الله لم يشفق على العالم أيام نوح ودي حتة تضرب تماما كل كلامه نعم من يقول أنه يوجد خلاص بدون المسيح ما عليش ركزي معي في الحتة دي عشان لو وصلت سأعتبره وصلت هناك من يقول أنه يوجد خلاص بدون المسيح كأنه يقول أنه كان يمكن في أيام نوح أن يخلص أي شخص خارج الفلك صحيح وصل كده جدا يبقى إذا لم يخلص أي شخص في أيام نوح خارج الفلك وهم بالملايين إلا اللي دخل في الفلك نعم طيب ما كانش عندهم شرائع دول ما كانش عندهم نواميس أدبية كيف هلكوا ما عنديم شرائع ألم يكن الله للجميع في ذلك الوقت كان بس لا ينوحوا أولاده لماذا هلك هؤلاء الجميع على الأقل لم يكن هناك حتى شعب إسرائيل اللي نتكلم نقول لا كان هناك شعب إسرائيل ما كانش في شعب خاص لله ما كانش في شعب وكان في عهد مع إبراهيم لم يكن يبقى إذن الوضع محاولة إقحام مفهوم غير موجود نعم صحيح فأوعك تقول أنه ممكن يخلص إنسان بعيد عن المسيح كان خلص أيام نوح ناس بعيد عن الفلك كان قدر يخلصه وعندهم شرائع أدبية وغيره خلينا أقول لك كلام المسيح بلسانه في هذا الأمر متى 24 وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان المسيح لما يجي هيا يعمل إيه بيقول أدى المقابلة لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع ولم يعلموا مش عارفين كان الوقت إمتى طيب دول ليه هلكوا ليه أخذ الجميع الطوفان ألم يكن للجميع تعاليم يقول هنا المسيح تماما سيكون أيضا مجيء ابن الإنسان تماما في مجيء المسيح اللي هما خارج الفلك وهنا الفلك رمز واضح للمسيح مش كلام وحيد ها كلام المسيحين من الجيل الأول من الجيل الأول للمسيحي أن الفلك هو رمز للمسيح من يحتمي داخل الفلك داخل الكنيسة جسد المسيح مش الكنيسة الأسوار جسد المسيح يخلص اللي مش عاوزه مش مصدق وقعد برها يجي الطوفان يحلك الجميع مش الطوفان المية يعني نهاية العالم خلاص يحلك الجميع ده المسيح بقى بيعمل المقارنة دي تيجي أنت تقول لا خارج الفلك فيه يا جماعة خلاص آخر فيه مركب صغير كده ممكن تركبه تنجبي ما فيش لا يوجد السؤال ألم يكن لهؤلاء الجميع الذي هلك ألم يكن لهم شرائع وقوانين فلماذا أهلكهم الطوفان نتذكر كلامه من شوية هو الطريق الآخر اللي لا يعلم إلا الله وحده مصدق ما ظهرش هنا ليه الله وحطهم في الطريق ده للمجموعة بتاعتنو صحيح يستحقوا يعني ده العالم كله مش كده أهلكه طلعوا ستة من العالم كله طلعوا ستة عفوا طلعوا تمانية نوح وزوجته وأولاده ثلاثة وزوجاته تمانية الوحي المقدس تتكلم عن هذه الجزئية في بطرس الأولى وقال عن الناس اللي في أيام نوح إز عصد قديما حين كان أنات الله انتظار الله لطف الله تنتظر مرة في أيام نوح إز كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثمان أنفس بالماء الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية يعني اللي يؤمن ويعتمد لا إزالة وسخ الجسد ما نتكلمش عن أن المعمودية عشان وسخ الجسد بل سؤال ضمير عن الله ثين بقيامة يسوع المسيح ليس بعيد عن يسوع المسيح ليس بعيد عن قيامة المسيح تجد خلاص ما فيش خلاص بعيد عن صليب المسيح وقيامته المجيدة وبعدين في اللوقة 13 جو تكلموا مع المسيح وسأله فقال له واحد يا سيد أقليلون هم الذين يخلصون المسيح قال إيه قال أنا يعني هيخلص ناس كثيرون ولحط شروط ما هي هذه الشروط فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق المسيحية هي الباب الضيق اللي فيها تضحيات كثيرة جدا ثم يقول فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون من بعد ما يكون رب البيت آه يبقى هنا في رب البيت بتاع مين بتاع الباب الباب مين الباب الضيق والباب هو المسيح اللي قال عن نفسه كذا صراحة أنا هو الباب نعم في يحن عشر ففي البيت والبيت ده عنده باب بس الباب ده ضيق ضيق بمعنى فيه تضحيات كثيرة جدا صعب مش سهل نعم لازم الإنسان يقول لهم اجتهدوا لتدخلوا من الباب الضيق وبعدين يروح المسيح اللي هو الباب اللي هو الباب الضيق واللي هو عشان يدخلوا البيت بتاعه الراحة الأبدية بيقول لهم تعالوا أكلمكم عن الباب ده في نفس الكلام يعني حنكمل الآيات دي شو بيقول إيه هنا يكمل فيقول ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب طب إحنا بقلنا دقيق ورحبوا الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ده باب تاني باب العالم لكن الباب الضيق أكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة قليلون الذين يجدونه عايز بحث احترزوا من الأنبياء الكذب الذين يأتونكم بسياب حملان ولكن من داخل زئاب خاطفة لا تشفق على الرعية يعني زي ما ييجي كده رسول الإسلام ويدعي النبوة خطف كم مليار مسلم عبر التاريخ أهلك الكل هو نبي كاذب لا يمكن أن يصنف هذا نبي لا من عهد قديم ولا غيره فإذا للمسيحيين المهتمين هذه الردودة المتواضعة وهناك من يستطيع أن يقدم ما هو أروع من كده لكن لازم تقتنوا هذه الأدوات تعرفوا أن المسيح فقط هو الطريق والحق والحياة ربما يبارككم صلونا جدا شكرا لك شكرا لكم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم ونشوفكم في حلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة